أهلا بحضراتكم من جديد ويمكن في إنجاز كبير الحقيقة وعاجل ولكن ليس من مدينة وهران الجزائرية ولكن من أمريكا سارة سمير ربعتنا في رفع الأثقال واللي بعدت كتير هي وربعنا بسبب الإقاف تعود بقوة وتفوز بزهبية خطف بطولة أمريكانة فريندشيب واللي بتقام على الأراضي الأمريكية ألف من يوم مبروك يا سارة وإنجاز جديد ولكن يأتي من بلد العم سام وليست مدينة وهران الجزائرية ألف من يوم مبروك يا سارة وكل ده يعني خطة جيدة وخطة قوية نحو باريس 2024 لتحقيق الحلم الكبير وهو أكبر عدد مديليات وإننا نقفز قفزة كبيرة تستحقها مصر في الأولمبياد الدولية ألف من يوم مبروك يا سارة إن شاء الله مديد من التوفيق أرجع لك كابتن محمود يمكن كنا بنتكلم عن مصطفى ويمكن في الفصل تكلمنا إنه مصطفى من اللعيبة اللي لو استفزته بتطلع أحسن اللي عنده كلام ده صح؟ آه صح ده حصلت كتير وأنا لما بيحصل كده في الملعب ببقى عارف إنه هيرجع للماتش ويكسب عادي يعني أنا باستنى أصلاً الموضوع ده من الحكم أو باستنى من العيب يعني فاهم؟ يعني أنا بقى قاعد مستني حد يا جماعة طب حد يستفزه آه فاهم؟ يعني باستنى الحكم يقوله حاجة يشده أو اللعب التاني أو اللعب التاني يتكلم معاه أو يتكلم عليه أو بتاع فبتلاقي مصطفى بيخش بقى لا أنا مش هسيبك النهار أنا كده 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 هكسب هو كده كده بيخش عشان يكسب بس هو أنت لما بتخط يعني بتعصبه مش عصبية قد ما هي أنت أصدق أنه يعني يعني يستفز في غيرته مش عايز أخصر وخلي بالك برضو يعني في ناس كده يعني ما لهاش علاقة بالسكواش بتهاجم من الوقت الثاني على السوشيال ميديا وأنا شايف إن ده أمانة يعني حاجة كويسة جدا بالعكس يعني يعني ريتي هجم مصطفى كمان وكمان عشان مصطفى يتقال لك أكتر أكتر هو إحنا من نسمع لهو مش أكتر يعني إحنا بنشوف الكلام اللي بيقال بس ما بيأثرش فينا يعني كلام ده ما بيأثرش فينا إحنا مركزين في هدفنا إحنا عايزين نوصل لحتة معينة فالكلام ده ما بيأثرش خالص يعني بنقعد نضحك ساعة بنقعد نضحك على الكلام اللي بيتقال ده من الناس أصلا ممكن موسكتش مضرب أو ما نبستش تي شيرت وشورت صحيح صحيح فاحنا من كلام ده ما بيهزناش ولا بيأثر فينا الرد بيكون في الملعب والأداء في الملعب والتركيز بس هو الفكرة انه لما يبقى مصطفى يعني يلاعب صغير في السن وواحد وعشرين سنة وتحمل الدقود دي هيدي الميزة بس خلينا الأولى كابتن يعني احنا قلنا خبر صار يعني سامير منذ لحظات بالفوزها بذهب بذهبية الخطف ولكن الجميل انها خدت ثلاث مديليات وهو الخطف والنطر ومجموع خدت دهب في امريكانا البطولة رفع الأسقال اللي بتقاوم على الأراضي الأمريكية وهيها أحد البطولات الكبرى الحقيقة اللي بيشارك فيها كل الأبطال العالم صار تاني بنقول وجي خبر عاجل وتصحيح كمان وإضافة مش تصحيح إضافة كمان للي قلنا قبل كده خطف ونطر ومجموع تفوز حالا لسه الخبر حالا صار سامير فازت بالثلاث مديليات دهب ألف من مبروك وسط عالقة العالم للأرض الأمريكية الآن صار إن شاء الله أحد المرشحات وبقوة لمديليا في باريس واللي كانت مرشحة كمان في مديليا في توكيو 2020 ولكن أبعدتها الإقاف عن المشاركة مش هي كل منتخبات مصر نتيجة الدوبيكنشيك أو المنشطات اللي كان حصل قبل كده وهو موضوع الحقيقة كان في قصة كبيرة محتاجة نعمله حلقة يعني يمكن اللعيبة دي تظلمت اللعيبة دي تظلمت الكلام ده كان يعني ظلم كبير ولكن أنت تعود يعني بقوة كده ألف من مبروك يا سارة إن شاء الله نرجع